تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله وقيم حفل افتتاح مشروع تطوير الحديقة المائية بالمنامة وأشهدت سموها بالشوط الكبير الذي قطعته الجهود الوطنية على صعيد زيادة المساحات الزراعية والخضراء بشكل متناسب مع المساحات العمرانية منويهة سموها بالجهود الكبيرة لعادة من مؤسسات القطاع العام والخاص في تنفيذ مخططات التطوير بشكل يعيد تقديمها كمعلم من معالم البحرين وجزء من مساحاتها الخضراء أشدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله بالشوط الكبير الذي قطعته الجهود الوطنية على صعيد زيادة المساحات الزراعية والخضراء بشكل متناسب مع المساحات العمرانية والمتمثل في الخطوات المتسارعة للخطط الحكومية المخصصة لإنشاء الحدائق والمتنزهات للمحافظة على الثروة النباتية والمحميات الطبيعية تنفيذاً لاستراتيجيات الدولة لاستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي والمنطلقة من توجهات وتوجهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه التي تعمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على متابعتها بدقة وتنظيم عاليين بحكم ما تليه الخطط الحكومية من اهتمام بالغ بالقطاع الزراعي كرافد من روافد الاقتصاد الوطني جاء ذلك لدى رعاية سموها الكريمة لحفل افتتاح مشروع تطوير الحديقة المائية بالمنامة حيث قالت حفظه الله ان هذه الحديقة العامة التي انشئت عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين ترتبط بالذاكرة الوطنية كمنشأة تراثية جمالية ومتنفس ترويحي للأهالي من المواطنين والمقيمين ووجهة سياحية نوعية تضاف الى الخيارات المتاحة لضيوف البحرين للتعرف عليها والاستجمام في ربوعها وقد اشادت سموها بمناسبة الانتهاء من هذا المشروع والمتمثل في اعادة ابرز ملامح ومعالم الحديقة المائية بالجهود الكبيرة لعدد من مؤسسات القطاع العام والخاص في تنفيذ مخططات التطوير وبشكل يعيد تقديمها كمعلم من معالم البحرين وجزء من مساحتها الخضراء المساندة للبيئة وجالت قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله في ارجاء الحديقة حيث اطلعت عن كثب على عمليات التطوير وتأهيل الحديقة لتكون مرفقا ترفيهيا متكاملا وتواكب ما وصلت اليه البحرين من تطور ونماء الى جانب ما تحويه من مسطحات مائية تعكس الاهتمام بالجانب البيئي هذا وشهد حفل الافتتاح القاء كلمة لسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة لقد حضيت الحديقة المائية باهتمام خاص من لدى سموكم الكريم حيث وجهتم منذ البداية الى الحفاظ على موروث الحديقة المائية التاريخي لما لهذه الحديقة من اهمية في ذاكرة العائلة البحرينية وانطلاقا من حرص سموكم حفظكم الله ومبادراتكم الدائمة في تطوير القطاع الزراعي والحدائقي في المملكة ولقد حرصنا في هذا المشروع الذي اقيم على مساحة 6 هكتار وبتكلفة بلغت 3 مليون ومائتين الف دينار بحريني على تطوير النواحي الزراعية والنباتية وتوفير كافة المقومات لتكون الحديقة المائية معلما نموذجيا عائليا ومكانا جميلا لجذب السواحي وزوار المملكة الجدير بالذكر ان مساحة الحديقة المائية تبلغ 6 هكتارات وبدأ العمل فيها منذ يناير من العام 2019 وبميزانية تقدر بـ 3 ملايين ومائتي الف دينار وهي تعد من اكبر الحدائق العامة في المملكة وبمسطحات مائية تجتذب عددا من الطيور وتحتوي الحديقة على مساحات للمشي ومواقع للاستراحة وملاعب للاطفال وتوفر حوالي 300 موقف للسيارات وعدد من المرافق العامة كما روعي في اعمال التطوير الحفاظ على بعض الاشجار القديمة اضافة الى اشجار اخرى باجمالي 1165 شجرة ونخلة هذا الى جانب مراعاة المشروع للحياة الفطرية لبحيرات الحديقة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للبيئة وقد شمل المشروع كذلك وضع عدد من النظم الحديثة بتقنيات ذكية واقتصادية لترطيب الاجواء الحارة ولتشجيع مرتدي الحديقة من المواطنين والمقيمين على ممارسة هواياتهم في اجواء مناخية مريحة الحديقة المائية جاء باضافات مهمة جدا بالمحافظة على الجانب الترفيهي للاطفال باضافة ايضا مساحات لممارسة الرياضة واضافة مهمة جدا بالجانب التثقيفي لمجموعة من الاشجار في هذه الحديقة دورنا احنا كمجلس المالك العاصمة طبعا كنا نتابع المشروع من بداياته وكنا نطلعين بالنسبة الى التصميم بالنسبة الى التنفيذ بالنسبة الى بعض الافكار وكنا على طول نشارك في عملية تطوير المشروع الانجاز الكبير هذا طبعا الفضل الكبير جعل صاحب السمو الملكي قرينة عهل البلاد المعظم على دعمها وعلى فريق العمل اللي عندها خاصة الشيخ مرام وجميع اللي مهتم بالتشجير والتطوير المسطحات الخضراء والبيئة فحنا محظوظين ان عندنا قيادة رشيدة مهتمة والحكومة مقرأة مهتمين بهذا الصرح الكبير هذا ونحن سعيدين بهذا الانجاز